بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحيم من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بما بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في التابة فقد فيه في اليم فلينقي اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي اللينا أن العذاب على من كذب وتودنا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علوا عند ربي في كتاب لا يضم ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض ميادا وسلك لكم فيها سبنا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بأزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل ليننا وبيعك موعدا لا نخلفه نحو ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعه فجمع كيدا ثم أتا قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرا بينه وأصروا نجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويدهبا بطريقتكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفنح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن توقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبانهم وعصيهم يخيروا إليه من سحرهم أن ما تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تنقف ما صنعوا إنما صنعوا كيف ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب عارون وموسى قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن عيديكم وارجلكم من خلافه ولو صلبنكم في جذوع النخف ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أنتقام إنما تقضي هذه حياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد علم الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ونقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا وما تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ونا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قالوا أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك أنقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا فقالوا أذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمني قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا روما منعك إذ رأيته ضلوا وأن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أمي لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت وأن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لأنسفنه في يم نسبا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن نبئتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثمهم طريقة إن نبئتم إلا يوما ويسألونك عن الجدال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قرعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقض رب زدني علما ونقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولن نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجلوا إلا إبني سآبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس عليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يدنا فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان على إمام ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبقا منها جميعا بعضهم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوما قيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشيد وأبقى أفلم يهدنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجر مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قروع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عليك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتيهم بينتنا في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى